نحريك بتقول ايه انه كمان بقى بياخدها في وشه اه طبعا لما تبقى فنانة تظهر من غير ميكاوب احنا شوفنا الحكاية دي والتنمر والازيئة اللي حصلت يعني بس تفكر انه كمان الجانب الاخر من السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي ما وصلكش انت بناس انت بكت فقد الاتصال بيهم عرفك حالاتي احنا شوفنا حالة شاب من شباب الممثلين العظمى اللي كان في قرابسك وكان عنده مشكلة عمر اه عمر انا عرفتها عن طريق السوشيال ميديا على سبيل المثال هل ساعدت السوشيال ميديا ولا دايما مؤذية بالنسبة لنا لا بالنسبة لنا احنا لا لان احنا اسرة واحدة وعارفين بعض يعني اسرة واحدة وعارفين بعض وانا بازعل من اللي بيتكلم على السوشيال ميديا ليه بقى بازعل من الفنان اللي بيتكلم على السوشيال ميديا بازعل من الفنان اللي بيتكلم على السوشيال ميديا اللي عايزه النقابة موجودة واحنا ما بنرضاش نعلق زعلت من وفاق مكي؟ طبعا زعلت من كل واحد تلي عملت كده لأن النقابة موجودة والنقابة بتتأخرش والنقابة مش عشرف والنقابة مش النقابة لأن النقابة القصرة الكبيرة لأن احنا مش كنت عابل كده في قاعدة زيدي كنت بنوارني قلت لي عدد من الأسماء اللي على طول اللي هم على طول بيتبرعوا للنقابة وبيساعدوا في أي حالات وبعدين أنا يعني النهاردة أنا بمر بأي مشكلة احنا كلنا على جروب واحد أنا بكتب يا جماعة في فلان أو من غير أسماء أنا محتاج كسا فشايف أنه كان في حلول من غير مطلع للتواصل لأنني بدأت تبقى موضة صاحب شريف بدأت تبقى موضة وأنا ساكت ما باتكلمش لكن لدي ما أقوله أنت بتبقى عارف طب سؤال من غير ما نجرح حد أو نزعج حد في ناس مش كل ما يعرض مصبوط كويس بس في ناس في ناس بتلجأ للسوشال ميديا عن حق وفي ناس بتلجأ لها عن غير حق بالزبط انت بتقوله في ناس بتروح لها يعني لا أنا بتكلم بتكلم مش كل ما يعرض مصبوط وأنا الاستجداء ده أنا مش عاجبني حالة انه ده يصنف كاستجداء لفنان مصبوط اللي عنده حاجة يتفضل للنقابة لما النقابة تعجز نبقى نتكلم والنقابة مش احنا نقابة هي البيت الكبير تعالى في ايه إنما دي بدأت تبقى موضة تعالى النهاردة كان في حد امبارح كان في حد اول امبارح كان في حد انا لدي ما اقوله انا لدي ما اقوله وعيب ان انا اقوله وبتختار الركبات وما يصحش في حد ظهر على السوشال ميديا وبيتم مساعدته او مساعدته فعلا بلا شك احنا زملائنا او حتى الناس الملعدين بيتعاطف ولما يطلع فنان ويقول انا مش لاقي مش عارف ايه مش عارف ايه بتاع يعني بيتعاطف لكن انا الحقيقة الالية لا بس في حد بيطلع وبيشتكي وهو في حد بيساعده فعلا النقابر بيساعده فعلا في بعض الناس وطلع اشتكى انا قلت انا مش هتكلم اه لا انا مش بغير اسماء انا قلت انا مش هتكلم لكن عندك حياته انا قلت مش هتكلم مش هتكلم احتراما لمهنتي واحتراما لنقابتي واحتراما لمساق شرف واخلاقي ولكن الاستجداء اللي بيحصل من بعض الناس ماياش السوشال ميديا الوسيلة انا عارف ان في البعض قد يزعل مني بس انا مسؤول انا مسؤول ولدي ما اقوله بس انا مش اقوله هو الفنان المصري